في موضوع اخر اعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما جزر ساموى منطقة منكوبة اثر الزلزال الذي ضربها وما تبعه من موجات مد بحري تسونامي وذكرت الانباء ان عدد القتلى ربما وصل الى مئة شخص حتى الان في ظل تقارير تشير الى ان قرى باكملها في جنوب ساموى الغربية قد دمرت تماما وقد حذرت وكلة الارصاد اليابانية من امكانية وقوع موجات تسونامي على طول شاطئ المحيط الهادئ في اليابان بعد الزلزال ارخبيل جزر ساموى الواقعة جنوب المحيط الهادي كان على موعد مع غضب الطبيعة زلزال قوي بلغت شدته ثمانية درجات على مقياس رختر الزلزال تسبب في موجات مد عالية اجداحت سواحل الجزيرة الهادئة عشرات القتلى ومئات الجرحى خلفهم التسونامي على ارض هذه الجزر هذه هزة قوتها ثمان درجات وهي قوية جدا جدا يقع زلزال واحد من هذا النوع في المتوسط مرة كل عام ويعد من الزلزل القوية للغاية ومنها الزلزال العنيف الذي وقع عام 2004 وتسبب في موجات تسونامي في المحيط الهندي مركز التحذير من امواج المد في الساحل الغربي والاسكا التابع للادارة القومية للمحيطات قال انه رصد امواج مد في ايبيا عاصمة ساموى الغربية وفي ساموى الامريكية وفي جنوبي جزيرة ساموى الغربية وصل ارتفاع الامواج الى ما بين ستة وثمانية امطار بالقطع يمكنك ان تجد موجات تسونامي في اعقاب هزة قوتها ثمان درجات وقد حدث بالفعل تسونامي في منطقة ساموى التي وقع الزلزال في مركزها وبلغ ارتفاعه نحو عشرة اقدام الانباء الواردة من منطقة الزلزال كشفت عن ضمار واسع لاحق بها جراء موجات المد البحري التي اشتاحت القرى هناك خسائر مدية جسيمة وقرى ربما باكملها اطاحت بها الامواج الاتصالات الهاتفية نقلت اصوات الاستغاثة بعد ان وصفت الاوضاع السيئة التي نجبت عن التسونامي وكان مجملها يقول ان الالاف اصبحوا بلا مأوى بعد ان اصبحت مناطق واسعة تحت سطح البحر اشرف زيدان بي بي سي